نجاح عراقي رياضي حيث حقق ثلاثة أشقاء عراقيين مقيمين في مدينة دولس الأميركية نتائج مميزة في بطولة أمريكا المفتوحة لملاكمة الهوات التي جرت في ولاية الويزيانة بمشاركة ملاكمين من مختلف الولايات حيث أحرز الملاكم العراقي الشاب أحمد الماجدي لقب وزن 52 كيلوغرام في حين كان شقيقه الأكبر علي نعيم الماجدي بطل أمريكا في وزن 91 مفاجأة البطولة ووجهت له الدعوة للانضمام إلى المنتخب الأميركي لشباب بالملاكمة كما أحرز شقيقهم الثالث يوسف الماجدي المركز الثالث في منافسات وزن 64 كيلوغرام ونالوا ثناء وإعجاب المدربين ومتابعي هذه البطولة يوسف الماجدي 16 سنة خذية مركز الثالث بطولة أمريكا أحمد الماجدي عمري 13 بطل أمريكا في وزن 52 علي الماجدي بطل أمريكا في وزن 90 عمد 17 سنة صاري ملاكمة سبع سنين حلمي أخذ ذهب بالأولمبيات شكرا المدربين يساعدوني بهاي سبع سنين وشكرا القناة الحرة شكرا